يبدأ الزوجان سارة وأحمد حياتهما الجديدة بعد تبني طفل عمره ست سنوات يدعى يوسف من ملجأ للأطفال بعد أن فقد الأمل في الإنجاب كان يوسف طفلا هادئا وذكيا ويبدو أنه الطفل المثالي عاش الثلاثة معا في سعادة لبضع سنوات لكن مع مرور الوقت بدأت الأمور الغريبة تحدث بعد مرور خمس سنوات تلاحظ سارة أن يوسف لم يتغير على الإطلاق لا يزال مظهره كما كان يوم تبناه لم يزد طوله أو يبدو عليه أي علامات نمو أولا حاولت تجاهل الأمر معتقدة أن الأمر قد يكون حالة صحية نادرة لكن كل الفحوصات الطبية تؤكد أن يوسف طفل طبيعي تماما هذا التناقض يزيد من قلقها لكنها تخفي مخاوفها عن أحمد بالتزامن مع اكتشاف سارة لعدم نمو يوسف تبدأ أحداث غريبة تحدث في المنزل أصوات همسات تأتي من غرفته في منتصف الليل وتحركات خفية تشعر بها سارة في المنزل في أحد الأيام تجد سارة رسومات غريبة في دفتر يوسف رسومات كأنها لشخصيات مظلمة محبوسة في ظلال وعندما تسأله عن تلك الرسومات يجيب بصوت بارد إنهم أصدقائي القدامى في محاولة لفهم ما يحدث تبدأ سارة بالبحث في ماضي يوسف تكتشف أن الطفلة تم العثور عليه أمام باب الملجأ ولا أحد يعرف من أين جاء أو من هم والديه تجد سارة سجلات غامضة ومشوشة عن حالات مشابهات حدثت على مر القرون أطفال لا يكبرون ويختفون فجأة بعد عدة سنوات في أحد الليالي تقرر سارة مراقبة يوسف تدخل غرفته وهي تظن أنه نائم لكنها تراه يتحدث مع ظل على الحائط يبدأ الظل بالتوسع ليملأ الغرفة وتكتشف سارة أن يوسف ليس مجرد طفل عادي بل هو كيان قديم مرتبط بقوى مظلمة يتحدث يوسف بصوت مختلف يشرح لها أنه لم يكن أبدا طفلا كما تعرفه بل هو كيان قديم تم تجسيده في شكل بشري من أجل هدف غامض كل من تبناه في الماضي انتهى به الأمر بالجنون أو الاختفاء في ظروف غامضة سارة تكتشف أنها وأحمد كانوا مجرد أدوات في لعبة قديمة تلعبها هذه الكيانات ويدركون أن يوسف ليس بحاجة إليهم بعد الآن في اللحظة التي يقررون فيها التخلص منه أو الهرب يبدأ المنزل بالتحول تصعد الأضواء وتزداد الأصوات الغامضة وتدرك سارة في النهاية أن يوسف لا يمكن التخلص منه بسهولة وأنهم قد أصبحوا بالفعل جزءا من هذا الكيان الخالد الذي لا يعرف الرحمة متنساش تشترك واتتابعنا وتعمل لايك عشان يجيلك كل جديد